جزء اساسي ومهم جدا في التعامل مع برنامج الانديزاين ان انت بتتعمل مع جداول ومعلومات كتيرة محتاجة تنسيق في الجدول فان انت تعمل جدول او ان انت يبقى معاك ملف وورد او او اكسل في جدول او حتى مفوش جدول وبتدخله على برنامج الانديزاين فالمهارة ديت بتتم ازاي وايه التفاصيل اللي بتحصل عشان نعمل جداول في برنامج الانديزاين فده اللي هنتعلمه مع بعض في الفيديو ده فما تنساش لايك الجامد بتاعك واجيب المشروب اللذيذ ويلا بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله انا عمر عطالله وبسم الله الرحمن الرحيم كده تعاملنا مع الجداول فهنبدأ من البيزيخ خالص ازاي نبدأ ننشئ جدول عندنا فبنلاقي عندنا من ضمن التابات المخصصة في برنامج الانديزاين فوق فيه تاب اسمها تابل فبنضغط على الابشن ده كده وبنلاقي عندنا اختيار اسمه create table وطبعا الشورت كارت بتاعه جنبه كده فهو كبير شوية وهيجي هنا عندي يقولي المعلومات الاساسية بتاعة الجداول بتاعك دي عبارة عن ايه فالمعلومات الاساسية هي الصفوف والاعمدة الحاجات دي برضو ممكن تتغير وتضيف اكتر من كده بعد كده فبس بنبدأ بنعمل شكل مبدئي للحاجة او التصور بتاع الجداول بتاعنا فانا افترض بالنسبالي هنا انا هعمل ست صفوف وتلات اعمدة وبرضو ال direction وكل الحاجات دي بنبدأ ان احنا نشكلها زي ما نحب في التصميم بتاعنا واحدة واحدة فهنيجي هنا ندوس على اوكي وهيجي هنا يقولي بقى ابدأ ارسم المكان او المساحة انت عايزة تحط فيها الجداول بتاعك فبالنسبالي تعالى كده نبدأ نعمل كده مكان كده بشكل كروكي بسيط جدا فهبص كده هلاقي ان انا بقى عندي دلوقتي جدول عبارة عن ست صفوف وتلات اعمدة طيب ايه بقى الحاجات اللي ممكن اعملها هي هي نفس الحاجات اللي ممكن اعملها في الورد او الاكسيل ممكن اعمل مرج للسلز بتاعتي او الخنات بتاعتي ممكن اكبر الخنات واتحكم فيها برضو من ده من الحاجات البسيطة جدا هي ان انا ممكن اغير كده ابعاد اي خانة عندي سواء الصفوف او في الاعمدة بالمنظر ده كده طيب انا برضو مش شايف بشكل واضح محتاج ان انا اشوف بشكل واضح فههختار كده بتاعي كله ممكن اعمله selections بالمنظر ده او وانا برضو كل ده اتوافة على in type tool وانا بال type tool بلاقي عندي الماوس بيتحول لما باجي كده على the corner بيتحول بالشكل السهم ده السهم ده كده معنا انها اختار العمود ده كده كله طيب لو هو كان بالشكل ده كده معنا انها اختار الصف ده كده كله فلما بطلع كده على الكورنر ولاقي السهم كده بشكل مائل 45 درجة ده معناه أنه هختار كل السلز بتاعتي كل الخانات بتاعتي بالمنظر ده كده فبالتالي لما بختار كل الخانات بتاعتي بلاقي عندي فيه الـ Options اللي فوق كده كل الـ Options دي برضو خاصة به التعديل على الـ Table بتاعي الجدول بتاعي هنا بلاقي إن في عندي Option هنا اللي هو الـ Stroke برضو لو أنت مش شايفه بشكل واضح بتفتح البانل بتاعتك اللي اسمها Stroke بتلاقي عندك الـ Option ده انا هنا باختار كل الحدود الخارجية كل الحدود الخارجية هنا لكن بردو ببع عندي هنا في الجدول بتاعي في خطوط كده سواء اللي هي مقسمة الخانات بتاعتي بالطول او بالعرض فلما باختار كله كده بالمنظر ده كده بعمل selection لكله كده ده كده معناه ان انا باختار كل الخطوط اللي موجودة عندي في الجدول فبالتالي لما باجي ازود الويتس عندي في الجدول بالمنظر ده كده بس بزود قدمة بتاعتي بتاعك يا انتك بره بس بالمنظر ده كده انا زودت ايه ال الابتاعي بس بلاقي عندي هنا فيه لمبة الاررزى ما احنا من متعاودين الارر بيقول لي ان هنا فيه عندي مساحة مش باينة من الجدول بتاعي في الفريم بتاعي فهزودها بالمنظر ده فما باقيش عندي ارر وده لاننا عمال لسه بشكل في الجدول بتاعي بس انا دلوقتي ايه بدأت ان انا افهم انا محتاج ازود الجدول بتاعي او اصغره ازاي او اشكله ازاي برضو من ضمن الحاجات ان انا ممكن ما اتحكمش بس من كله كده مع بعضه لا هارجع تاني على type tool اختار الجدول بتاعي انا محتاج بس اتحكم فلنفترض مثلا انا هلغي كل الخطوط الخارجية فلنهاجي كده هختار الخطوط الخارجية بالمنظر ده كده وهاجي على الويتس بتاعي هخليها فلنفترض زيرو يعني مش موجودة خالص وهبص كده بص انا قسمت الجدول بتاعي عملته بالمنظر ده يعني انا عندي حلقة ممكن اعمله بالمنظر ده برضو براحت جدا هدوس كده و هرجع تاني نجيب الشكل بتاعي وتعالى نرجع تاني نخليه العادي بتاعنا عشان نشوفه شكل افضل وهخلي ده برضو ايه الويتس بتاعي بتاعي تلاتة تمام برضو من ضمن الحاجات ان انت ممكن تتحكم في الخط بتاعك لو خدت بالك هنا كده ده الطايب بتاعك هنا ممكن تختاره اي حاجة و على ممكن تختاره اي حاجة دي برضو من ضمن الحاجت اللي ستعللمها جدول حسب انت محتاجه طيب حاجة كمان بنحتاجها مهمة جدا في الجدول بتاعتنا هي ان انا بحتاج ان انا مثلا ادمج مجموعة خنات مع بعض فنفترض ده كده عنوان الجدول بتاعي فمحتاج اعمل لو مرش مجرد ما بختار مجموعة الخانات اللي انا محتاج اعمل لها او ادمجها. بلاقي عندي الابشن اللي فوق هنا ده كده. الابشن ده بتاع ميرج سيلز. لما بادوس على الابشن ده كده بلاقي انه هو لغالي التأسيمة اللي كانت هنا. فبقى ده كده كله خانة كبيرة لوحدها. برضو ممكن اعمل ميرج لي خانتين كده او خانتين كده. ممكن بعد اما اعمل ميرج للخانات دي كده. الا ان انا لأ محتاج ان ارجحهم زي ما كانوا تاني. فهعمل سليكشن للخانة دي كده بالشكل ده كده ممكن نعمل لها بالشكل ده كده بقف على الجنب زي ما اتفقنا السهم بتاعي يقول انت محتاج تختار ايه الصف ده كده فانا هختار الصف ده كده وهارجع تاني هعمل لها الاختيار اللي تحت المرج على طول هدوس عليه كده فلغالي المرج ورجعها لي زي ما كانت برضو فانا افتاد مسلا انا عايز ابدأ اكتب كده بص انا كتبتي الكتابة بتاعتي متطرفة يعني هي مش في نص الخانة دي برضو من الحاجات اللي انا محتاج نساقها في الجدوى الكله مش في الخانة دي بس في الجدوى الكله فانا اعمل مثلا ده اللي انا احتاج على دلوقتي فهختار كل الخانات بتاعتي بالمنظر ده وهلاقي هنا عندي التنسيق بتاع الكتابة ففيه فيه ف Kob cannot be فلا اخترتها فعله سنتر هلاقي ان هو كده عمله ايه نزل في اسنتر مكان النص الخانة بالزبط يعني لو انا كبرت الخانة بالمنظر ده كده هو الكلام بتاعي في اسنتر طيب هو برضو مش في نص الخانة بالزبط فانا باجي اختار الكلمة بتاعتي بالمنظر ده كده او ممكن اختار كل التكست بتاعي وهعمله سنتر بالمنظر ده كده فبص كده بقت الكلمة بتاعتي في السنتر تعالي ندمج معنا بقى ايه الصف ده كده هدمجه كده كله مع بعضه هعمله ميرش برضو من ضمن الحاجات يعني انا قلت لك ممكن تزبطها بعد كده انا مثلا محتاج ازود آآ صف تاني محتاج اعمل صف تاني تحت فهزود كده عندي المساحة بتاعت الفريم بتاعي والمنظر ده فهاجي هختار معايا الجدول بتاعي بالمنظر ده كده وهلاقي فوق عندي مجموعة الصفوف الاعمدة فانا مش محكم بالرقم اللي انا بحطه في الاول ممكن اشكل واعدل على الجدول بتاعي في اي وقت فهاجي هنا هزود عندي الصف هنا بدل ما هم ستة هخليقهم سبعة تمانية زي ما انا عايز ممكن ازود عمود كمان بص زود معايا عمود كمان بس خرج معايا من الجدول فانا هبدأ بقى اشكل معايا هرجع على الطيب طول هشكل معايا الجدول بالمنظر ده وهرجع هعمل ميرج للصف ده كده كله هعمل له ميرج فين اهي ميرج وفي عندي هنا برضو فوق لما بختار الجدول بتاعي هو بيقول لي اتجاه الجدول بتاعك ايه اما ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت ده برضو اللي احنا شفناه احنا بنعمل كريت تيبل فباجي عبداله هنا عادي ممكن عبداله هنا ممكن اغير اتجاه الكتابة لان انا بحتاج ساعات اعمل مسلا ايه اه كتابة بالطول كده في الجنب فهاجي مسلا هدمج معايا الجزء ده كده هعمل لهم ميرج وهاجي هنا هختار عندي الجزء انا عملته دمج بالشكل ده كده هدوس وهاجي حاول اطلع بره شوية كده وانا دايس ما سيبش الماوس فيبدأ يعمل تظليل على الخانة دي كده كلها مع بعضيها حلو الكلام وهخلي الاتجاه الكتابة بتاعي مسلا انا عايزه من الشكل ده كده او ممكن لو هو مش مزبوط بالانجليزي فهقلبه عشان اخليه بالعربي هعمله بالشكل ده فحسب ما انت حابب برضو فانا هخليه مسلا بالشكل ده كده وهكتب ايه تقرير هذا العام فهنوصل للمنزل ده كده طيب ممكن بعد ما كتبت محتاج اقلب الكتابة هختارها كده وهقلب الكتابة بالمنزل ده كده اهو بص الكلام حاجة كمان بحتاج ان انا عملها في الجداول بتاعتي هي اعمل تظليل لخانة وخانة صف وصف صف وصف وممكن عمود وعمود يعني حسب ما انت حابب فبعمل الحاجات دي ازاي او الوبشن ده ازاي هاجي طبعا زي ما احنا متفقين هختار الخانات بتاعتي او الجدول بتاعي كله بالمنزل ده كده وهروح على بتاعي جدول وهخش على وبعد كده خش على هدوس على ده كده فبيفتح لي عندي الاختيار ده الاختيار ده بتاع هنا بيقول لي انت عايز تعمل بتاعك عبارة عن ايه فزي ما قلت لك ممكن تعمل آآ كل صف وصف او من الصف التاني او من الثالث او برضو ممكن تعمل حسب الاعمدة لو انت عايز تعمل عمود وعمود اللي هو حسب برضو ما انت حابب الجدول بتاعك يبقى عامل ازاي فانا بالنسبة لي عشان نوضح الفكرة هنعمل اللي هو ايه الصفوف اللي هي الدرجة يعني هنختار كده بالنسبة لي هنا عشان اشوف برضو تعالى نخليها باللون الاصفر كأنه تظليل والاوبست بتاعتها خليها مسلا مية في المية في عندنا هنا برضو اوبشن البريفيو ده ينفعلوا كده عشان نشوف بس عشان احنا عاملين تظليل مش باين معنا قوي تعالى كده ندوس اوكي وتعالى نشيل التظليل بص كده اللي حصل معنا هو عمل تظليل بالمنزر ده طيب برضو من ضمن الحاجات انا عارفت هتسأل دلوقتي طب انا لا انا عايز التظليل يبدأ معايا من اول هنا لان ده مش الجدول بتاعي الجدول بتاعي يبدأ من هنا ده كده العنوان او اسم الجدول بتاعي آآ ككل انا عايز التظليل يبدأ معايا من الخنات الصفو اللي تحت. جميل جدا انا معاك. تعال كده نبص هنعملها ازاي? هنختار برضو الجدول بتاعنا زي ما احنا متفقين. بعد كده تيبل اوبشن وبعد كده. وهلاقي عندي هنا في حاجة اسمها سكيب فيرست. ففي عندي سكيب فيرست وفي عندي سكيب لاست. بالنسبة لي هنا انا عايز اعمل سكيب الايه? لاول صف اول رو بالمنزر ده كده. فانا عايز الغي اول رو معايا فاعمل له سكيب بالمنزر ده. بص حصل معايا هنا ايه? نزلي التظليل من اول رو. الصف الاولاني كده هتعمل له سكيب. اما بالنسبة لسكيب لاست اللي هو العكس من تحت بقى هعمل سكيب ليه التظليل. هبص معايا اخر صف ده كده لو عملت له سكيب شار من عليه التظليل. فممكن برضو نعمل سكيب ليه كذا رو. فهعمل سكيب ليه صفين. عشان يبقى معايا التظليل بالمنزر ده كده. وهدوس اوكي. فبص معايا الشكل. بقى اجمل منزر ده كده. وبرضو ممكن تغير الالوان تغير الوباستي زي ما شفنا كده وتعمل اللي انت عايزه. طيب ده كده لو احنا نبدأ نعمل الجدول بتاعنا من الصفر. لكن فيه في حالات كتيرة انت بيبقى معاك الجدول كورد ملف وورد او ملف اكسيل. فبندخله ازاي? بندخله زي ما بندخل اي حاجة عندنا في الاند زي ان احنا بنعمل لها بلايس. فبدوس كده كنترول دي او اخش على فايل. بعد كده بلايس. وهاجي هاختار عندي تيبل اجزامبل وورد واحد. ده برضو هكون سايبهولك فيه الديسكريبشن. تلات فايلات دولت هكون سايبهم لك فيه الديسكريبشن في وصف الفيديو تحت. زي ما احنا متعودين دايما. هتختار معاك اول واحد ده اللي هو تيبل اجزامبل وورد واحد. وتدوس اوبن. بالنسبة لي هنا بيقوله هتبدأ تحط الجدول بتاعك فين? فما فيش اي مشكلة. هبدأ ارسم الجدول بتاعي والمنظر ده. تمام جدا. وده اللي بالفعل موجود عندي فيه ملف الورد الاصلي بتاعه. فهو دخل عندي هنا في الان ديزاين. بالمنظر ده ممكن ابدأ انصق فيه بقى وازبط كل حاجة زي ما احنا شفنا من شوية. اخلي التيكست هنا كده. واخليها بالمنظر ده. فبابدأ انصق الجدول بتاعي اغير بقى الفونت بتاعه. اغير الخطوط بتاعتي. اعمل فكل حاجات دي ممكنة. لكن بتوجهني مشكلة بقى ايه بص الحتة اللي جاية دي بقى. الملف التاني بتاعي اللي هو مفهوش جدول. هو عبارة عن ايه? انا عامل تبات او مصطرة. ففكرة ان انا مفيش عندي تقسيم الجدول اصلا في الورد. وعايز ادخل ده يخش عندي بالمنظر ده كده يخش عندي كأنه جدول في الان ديزاين. فبنعمل كده ازاي? فباجي عندي بنفس الخطوات عادي جدا كنترول دي. وابدأ ادخل معايا ده كده وهاجي هرسم كده بالمنظر ده. حلو الكلام? فنزلي الجدول بالمنظر ده. كده ما عنديش اي معلومات متنسقة خالص. فكل اللي علي اعمله دلوقتي ان انا ببدأ اختار المعلومات اللي محتاجة ان انا حطها في الجدول. اللي هما ايه? اللي هما كل دولة كده معايا ده اول سطر معايا عشان ده العنوان اصلا اللي فوق خالص في جدول بتاعي. فانا اختارت كده كل المعلومات اللي محتاجة ان هي تبقى جوه صفوف واعمدة جوه جدول. حلو جدا الكلام لغاية كده بخش على اختيار بسيط جدا بخش على و بعد كده اختيار بسيط جدا جدا بس بص ليه واقع السحرة فبتخش كده عليه فبيقول لك اتحول بتاعتك وكلها بتدسش اي حاجة كل حاجة منزبطها تاكي على اوكي بس بص حول لك التكست بتاعك حطه لك في جدول وهنا بقى انت عندك الامكانية ان انت تزبط اي حاجة كل حاجة وتوصل بيه الجدول بتاعك للشكل اللي انت عايزه ببساطة جدا. نيجي بقى على اخر حالة عندنا وهي الاكسل. طب انا مدخل برضو ملف الاكسل بنفس الطريقة. اه مدخل ملف الاكسل بنفس الطريقة. وهي ان انا تعاكل نعمل كنترول دي. وهتلاقي عندك برضو تابل اكسل. هتدوس على ملف الاكسل ده. تعمل له اوبن. وتيجي ترسم كده عندك في اي مكان. وتسيب. فبص اللي حصل معي دلوقتي يعني حالة مختلفة. فدي الحالة التالتة معانا. ان هو هنا ما عنديش اصلا جداول وما عنديش كتابة في الدنيا. متل اخبطة صيحة على بعضيها. تمام تمام جدا. ايه اللي انا بعمله دلوقتي نفس اللي عملناه بالزبط. بختار كل اللي هو موجود في جدول. بالمنظر ده. وباجي عندي خش على تيبل. بعد كده كونفيرت تيكست تو تيبل. ودوس على الاوبشن ده كده. ادوس اوكي. بس الكلام كده تزبط معي. اختار معي كل الجدول بالمنظر ده كده وهخليه لفت تورايت. بالمنظر ده كده. بس نسقط الجدول بتاعي زي ما انت شايف كده. وتعالا كده بس ايه. نبدأ نختار بس نكبر الفونت بتاعنا شوية. حلو جدا كده. ده كده ملف الاكسل بتاعنا زي ما احنا شايفين. هو دخل معانا. هو هو نسقط كل الحاجة. وبرضه من ضمن الحاجات بشكل سريع. فلنفترض مسلا انا خدت القيمة دي خلتها في كل اللايم بداعي كده او كل الصف بتاعي كده خلتها تلاتة. فبالنسبة لي هنا انا هبدأ اخد الصف ده كده بعد ما عدلته في الاكسل. او العميل مسلا طلب مني تعديل. قال لي لأ انا الجدول دوت او القيم دي عملت لها اوب ديت ومحتاج ان انا ازبطها في الديزاين بتاعي. فباخدها كده كلها كوبي. واروح على الانديزاين. وابدأ اختار معي. هروح على التيب تول بتاعتي. واختار العمود اللي عليه التعديل. هختاره كده. واتك كنترول في. عملت كنترول سي كنترول في. فتلاقيها كده ايه? اتنسقت معي. فابدأ ان انا دلوقتي بعمل يعني ابدت بسرعة عليه اي حاجة ممكن ازبطها. وبرضه ممكن انسق بتاعي او الجدول بتاعتي بالمنزر ده كده اخلتها في السنتر. فالدنيا دلوقتي في السنتريك. بتاعي كان نعمل لها اختار كده الجدول بتاعي. اخش على بعد كده فهعملها وهعمل لأول صف عندي بالمنزر ده كده. واتك اوكي. وده كده الجدول بتاعي اللي انا جايبه من ونسقته. وبالمنزر ده كده انت ممكن تعين بقى جداول واحصائيات وحاجات كتيرة ممكن تعملها في بمنتهى السهولة. طبعا لو انت عندك الخبرة السابقة في او فهتلاقي الموضوع هنا بسيط جدا انت بتختار بس الحاجات زي ما بتختارها من فوق في الوردة او الاكسيل. فلو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم لاخوك تعمل لايك الفيديو ودعوة حلوة كده منك. فما تنساش تتأكد ان انت تكون عامل اشتراك في القناة ومستنى شوفك الفيديو اللي جاي. انا عمر عطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.